أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء أربعها ووضع الميجان ألا تضغوا في الميجان وأقيم الوجن بالقصد ولا تخسر الميجان والأرض ودعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العشر والريحان فبأي آلاء ربكما تكثبان خلق الإنسان من سرصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكثبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكثبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برسخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكثبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكثبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلان فبأي آلاء ربكما تكثبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكثبان يسأله ما في السماوات والأرض كل يوم هو بيشر فبأي آلاء ربكما تكثبان سنبرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكثبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أتنفذوا من أقطور السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكثبان يرسل عليكم أشواغ من نار ونحاس فلا تنتصرون فبأي آلاء ربكما تكثبان فإذا شق بالسماء فكانت وردتا كالدهان فبأي آلاء ربكما تكثبان فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكثبان يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذ بالنواسي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكثبان هذه جهنم التي يكثب بها المجرمون يضافون بينها وبين حميم الآن فبأي آلاء ربكما تكثبان ولمن خاف مقوم ربه جنتان فبأي آلاء ربكما تكثبان سواتاها أفنان فبأي آلاء ربكما تكثبان فيهما عينان تجريان فبأي آلاء ربكما تكثبان فيهما من كل فاكهة زوجان فبأي آلاء ربكما تكثبان متكئين على فرش بقائنها من استبرق وجنى جنتين دان فبأي آلاء ربكما تكثبان فيهما قصرات الضرب لم يطمدهن إنس قبلهم وما جاء فبأي آلاء ربكما تكثبان كأنهم الياقوت والمرجان فبأي آلاء ربكما تكثبان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فبأي آلاء ربكما تكثبان ومن عدونهما جنتان فبأي آلاء ربكما تكثبان مدهمتان فبأي آلاء ربكما تكثبان فبأي آلاء ربكما تكثبان فيهما فاكهة ونخل ورمان فبأي آلاء ربكما تكثبان فبأي آلاء ربكما تكثبان حورا مغسورا في الخيام فبأي آلاء ربكما تكثبان فبأي آلاء ربكما تكثبان فبأي آلاء ربكما تكثبان فبأي آلاء ربكما تكثبان ربكما تكثبان فبأي آلاء ربكما تكثبان شكرا